شهد الطريق الوطني رقم ستة ببلدية بوغطب في البيض حادثا مروريا مروعا خلفها لك تسعة اشخاص اثر اصطدام عنيف بين شاحنة بحجم كبير وسجارة اجرة على خط البيض وهران وشاحنة اخرى لنقل الماشية الحادث وقع على بعد ثلاثة كيلومترات عن مدخل مدينة بوغطب في الساعات الاولى من فجر اليوم لتتدخل مصالح الحماية المدنية وتحول الضحايا الى مستشفى بوغطب فيما فاتحت مصالح ودرك الوطني تحقيقات في هذا الحادث الماسوي الذي يسجله الطريق الوطني رقم ستة فأسفر هذا الحادث عن مقتل للأسف مجددا عن تسع ضحايا ثمانية في عين مكان واحد في مستوى مستشفى بوغطب الحادث يتمثل في استدام وارتطام شاحنتين شاحنة مقتورة وشاحنة عادية مع سيرة اجرة السيرة كانت قادمة من مدينة البيض في اتجاه وهران نجا منها شخص واحد في حالة الصحية المستقرة